الفنانة بطلت حلقتنا النهاردة هي سوريا إبراهيم اشتعرت شخصية الكبيرة ونجحت في تكسيد دور الأم باحترافية كبيرة وفي معظم أعمالها الفنية رغم أدوارها الصغيرة السنوية إلا إنها حفرت في ذاكرة الجمهور سوريا إبراهيم فنانة بسيطة حبت الفن من صغرها ونجحت في أن تترك بصمة كبيرة في عالم السلمة والدراما إلا إنها في أيامها الأخيرة عانت من تجاهل الوسط الفني حتى يوم رحلها ولم يودعها أحد وهنعرف في الفيديو اللي معينا أسرار كتير جدا عن الفنانة سوريا إبراهيم وكمان معلومات ومحطات في حياتها وكمان قبل رحلها والفنانة هي من موليد 1937 بمحافظة الغربية وتحديدا في مدينة طنطة تزوجت وهي الصغيرة في السن من رجل خارج الوسط الفني وأنجبت منه أربع أولاد وهي فنانة تعد واحدة من الفنانات اللي تميزوا بأدوار متنوعة وحضور فريد فبالرغم من صغر حجم أغلب أدوارها إلا إنها تركت بصمة لا تنسى على الشاشة واقتحمت عالم الفن ودخلت الوسط الفني سنة 1979 ومن أشهر أفلامها اللي شاركت فيها توم جيري وكمان كاتكوت وحظ سعيد وليها مسلسلات لا تنسى زي أولاد الشوارع وكمان ليالي الحلمية والعديد من المسلسلات الرائعة والأفلام اللي عمرنا ما هننساها وكمان قدمت في المسرح العديد من المسرحيات مع الفنان سعيد صالح ومسرحية شارع محمد علي وكمان مع فريد شوقي وشريهان وشامسلي وشاركت بصوتها في عدد كبير جدا من أفلام الرسوم المتحركة ومنها فيلم أبطال خاركون وشاركة المرعبين المتحدة والعديد من الأفلام الكارتون اللي شاركت بصوتها فيها واستمرت في تقديم الأدوار السنوية والسليمائية والتلفزيونية حتى آخر أيامها ورحلها في 18 يناير 2015 ورحلت عن عمر يناهز 75 عام وكان آخر أعمالها هو فيلم زواج مستحيل ولكنها لم تكمل تصوير باقي المشاهد وتغيب النجوم نجوم الفني والوسط الفني عن عزاء سوريا إبراهيم فلم يحضر العزاء سوى عدد قليل جدا من نجوم الفن وكان أبرزهم فتوح أحمد ونبيل نور الدين وكمان الراحل عهدي صادق وسامح السريتي ومنال سلامة وسلوى محمد علي وقالت ابنة الفنانة سوريا إبراهيم إيمان في حوار ليها سابق قالت أن والدتها دخلت العناية المركزة حوالي 13 مرة في آخر 7 سنوات في عمرها أي حوالي مرتين في السنة الوحدة وأكدت كمان ابنتها إيمان بأن سوريا إبراهيم لما تركت الفن وتركت الوسط الفني استقرت فترة في حياتها في ليبيا وركزت على تربية أولادها ولكنها استغلت السنوات سنوات الغياب دي بالغربة بحاجة مفيدة فخلال توجد سوريا إبراهيم في ليبيا كان بيتم استعانى بها في الإزاعة الليبية لتقديم الرئيس القزافي قبل لقاءه وخطبته كمان وبيرجع ده لصوتها المميز ونطقها الصحيح للغة العربية الفصحى بحسب ما ذكرت ابنتها إيمان وبالرغم من استقرارها لسنوات في ليبيا حتى أصبحت ابنتها إيمان على اعتاب مرحلة الجامعة ولم تنسى سوريا إبراهيم الفن حتى جاءت الفرصة للعودة مرة أخرى إلى مصر من أجل دراسة ابنتها وهنا عادت سوريا إبراهيم للمصرح مرة تانية وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة وما تنسوش دعمنا بلايك للفيديو وكمان اشتراك في القناة وانفعل الجرس على الكل ليسلك كل جديد وحصري من القناة